هذه الجملة الهلاميَّة، الشذود له سببٌ جيني، ما معناها بالضبط؟ هل معناها أنَّ الشاذ لديه جيناتٌ تدفعه إلى الممارسات الجنسيَّة الشاذَّة بشكلٍ لا إراديٍ، كما يغمض الإنسان عينه إذا جاءتها شذيَّة، أو يسحب يده عن الجسم الحار بشكلٍ لا إراديٍ؟ لا طبعًا، هل معناها إذن أنَّ الشاذ لديه جيناتٌ تجعله يميل نفسيَّا إلى أفرادٍ من جنسه؟ عند التحقيق، هذا معنى عبارتهم، فنقول بدايَّةً، على فرض وجود هذه الجينات، فبأيَّ حقٍ تعتبرونها مبرِّرًا للسلوك الشاذ، ومعفيةً لصاحبه من الذَّمِّ والعقوبة؟ هذه نقطةٌ أساسيَّةٌ مهمَّةٌ جدَّاً، يعني على فرض أنَّ إنسانًا لديه شعورٌ مشوَّهٌ سيِّئ، فهل هذا يبرِّر له أن يتصرَّف بناءًا على هذا الشعور؟ ثمَّ لو أنَّ رجلًا لديه شهوةٌ زائدةٌ للنساء، فهل هذا يبرِّر قيامه بالاغتصاب مثلًا؟ أم أنَّه يُطالب بضبط نفسه وكبح جماح شهوته وجعلها في الحلال؟ فلماذا تستخدمون علاوين مثل المثليَّة الجنسيَّة تخضع للجينات الوراثيَّة؟ بطريقةٍ تشعر بأنَّ الشاذ مجبرٌ على أفعاله المنحرفة، تخضعه جيناته، ثم هل أنتم مستعدون للالتزام بنفس منطقكم هذا في التَّعامل مع خصومكم السياسيين والفكريين، الذين قد تكون هناك أسبابٌ جينيَّةٌ لما يفعلونه؟ بل قلنا لكم، الذي يُعدِّد الزَّوجات قد تكون هناك أسبابٌ جينيَّة تدفعه إلى تعداد الزَّوجات، والَّتي ترضى بزوجٍ متزوج قد يكون لديها جيناتٌ تدفعها لذلك، فلماذا يُصبح زواج السواذي مسموحًا به في الولايات الأمريكيَّة الخمسين كاملةً، بقرار المحكامة العليا في 26-6-2015، بينما يبقى تعدد الزَّوجات ممنوعًا في الولايات الخمسين كاملةً، حتى يومنا هذا في تموز 2017؟ لماذا تُستخدم دعوَ العلاقة بالجينات لإحداث تعاطفٍ مع الشَّواذي تحديدًا؟ ومع هذا كلِّه، فهل هناك بالفعل جيناتٌ تسبب ميلاً نفسيًّا شاذًّا؟ هذا ينقلنا إخواني إلى المحور الثاني، وهو ما تُقرِّره المراجع الغربيَّة الرئيسيَّة حاليًّا عن علاقة الشَّذوذ بالجينات والوراثة. إحدى أشهر المنظَّمات الصحيَّة الأمريكيَّة، الجمعيَّة الأمريكيَّة لعلم النَّفس، خلُصَت إلى أنَّه لم يثبُت وجود أساسٍ جينيٍّ للشَّذوذ، وذلك حتى تاريخ هذه الحلقة في تموز 2017، علمًا بأنَّ هذه الجمعيَّة تُدافع بشدَّة عمَّا تعتبره حقوق الشَّواد، والعديد من الكتب المختصَّة في دراسة السلوك الجنسيِّ تصف الأبحاث بأنَّها أي لم تصل إلى نتيجة، وأنَّه لم يتم تحديد جينٍ له علاقةٌ من المثليَّة، ومن أفضل الكتب في هذا المجال كتاب الدكتور نيل وايتهيد المعنون جيناتي هي التي جعلتني أفعلها، المثليَّة والدليل العلميِّ، والذي يُفنِّد علاقة الشَّذوذ بالوراثة من ناحيةٍ نظريَّةٍ تأصيليةٍ منطقيَّة، بالإضافة إلى تناوله دراسات التوائم السياميِّين في هذا المجال، والتي أظهر العديد منها عدم وجود علاقةٍ وراثيَّةٍ بالشَّذوذ، مع تبيانه للأخطاء العلميَّة الكبيرة في دراسات التوائم التي تدَّعي وجود هذه العلاقة، وسنذكر شيئًا من ذلك في التعليقات، والكتاب متعةٌ علميَّة لمن لديه أسس البحث العلميِّ، وهنا لاحظوا إخواني مسألةً تأصيليَّةً مهمَّة، الملحدون يقولون نحن جئنا من خلال طفراتٍ وانتخابٍ طبيعيِّ للصفات التي تساعد على البقاء، مع فناء حاملي الصفات التي لا تساعد على البقاء، هل الشَّذوذ يساعد على البقاء؟ لا طبعًا، لأنَّ الذَّكَرَيْن معًا أو الأُنثَيَيْن معًا لا يُنجِبان، وبالتالي لا يُمرِّران الصفات الوراثيَّة للأجيال اللاحقة، لذا فكان من المتوقع أن يقضي قانون الانتخاب الطبيعيِّ على الشَّذوذ، لأنَّه صفةٌ لا تساعد على البقاء، ومع ذلك فالشَّذوذ موجود، فلاحظ كيف أنَّ التَّفسير الدارونيَّ المادِّيَّ ناقض أوله آخره. نعود إلى مقاررات الجمعيَّة الأمريكيَّة لعلم النَّفس والكتب المختصَّة، لاحظ أنَّنا لم نسلك السلوك اللَّاعلميِّ الذي يتَّبعه كثيرون، حين يأتون لك بأيَّة دراسةٍ توافق أهواءهم، ويتجاهلون الدراسات الأخرى التي لا تخدم موقفهم، نحن هنا نذكر لك مقاررات المنظَّمات الصَّحيَّة الكبرى والكتب المختصَّة، فهذه تعطي خلاصة عددٍ كبيرٍ من الدراسات، ومع هذا كلِّه، فسيقول قائل مقابل كلامك هذا، هناك دراسات تشير إلى وجود علاقةٍ بين المثليَّة والوراثة، وسيقول قائل هل لو غيرت المراجع الرئيسيَّة موقفها يوماً ما، فسوف تُقررون لنا بوجود هذه العلاقة؟ وهذا ينقلنا إلى المحور الثالف والأهم للحلقة، وهو مناقشة السؤال، هل الأبحاث العلميَّة التي تخرج بنتائج تُسخَّر لخدمة القيَّم الليبراليَّة الغربية؟ هل هي محايدةٌ بالفعل؟ أم أنَّها أداةٌ مسيَّسة؟ وسنجيب عن هذا السؤال من خلال دراسة ثلاثة أمور، أولها الأجواء التي تتم فيها هذه الأبحاث، هل هي أجواءٌ تُشجِّع على البحث الحر؟ أم فيها إرهابٌ قانوني؟ الحضارة الغربية، إخواني، لديها مقدَّساتٌ ترفع شعارها، وتجرِّم وتحارب من يمسها، وقد استطاع اللوب المؤثر الدَّعم للشواذ أن يُدخل في هذه المقدَّسات ما يسميه حقوق المثليين، فكما أنَّ الذي يُعارض الهيمنة الغربية يُصف بالإرهاب، والذي يُعارض اليهود يُصف بمُعادات السامية، فقد أطلقوا على معارضة الشذوذ الجنسي وصفة رُهاب المثليَّة، أي أنَّ المثليَّة الجنسيَّة ظاهرةٌ طبيعيَّة، حقٌّ من حقوق الإنسان، والذي يُعارضها مصابٌ بمرض الرُّهاب تجاهها، لكنَّ هذا المريض غير معذورٍ عندهم، بل مُجرَّم، وكما أنَّ هناك شعار مكافحة الإرهاب، ومكافحة معادات السامية، فكذلك ترفع الحضارة الغربية شعار مكافحة رُهاب المثليَّة، والذي تبنته الأمم المتحدة، وأطلقت من أجله حملات، وأصدرت اتفاقيَّات، وقع عليها كثيرٌ من الدول، وعيَّنت مراقبًا أمميًّا خاصًّا لحماية الشواد، في أجواء المحاربة والمراقبة هذه، هل يُتصوَّر أن يخرج العلم التجريبي بنتائج محايدةٍ بالفعل فيما يتعلَّق بالشدود؟ من الفضائح العلميَّة التي تُجيب عن هذا السؤال، قصَّة لبروفيسور سبيتزر، البروفيسور روبرت سبيتزر، والذي يُصف بأنَّه أبو الطب النفسي الحديث، نشر دراسةً عن علاجٍ لا دوائيٍّ يساعد المثليين على التخلَّص من مثليَّتهم، وسمَّاه علاجًا إصلاحيًا يعني يصحِّح الميل الجنسي لدى الفرد، وذكر في الدراسة نجاح علاجه في تصحيح الميل الجنسي لدى مئتي رجلٍ وامرأةٍ من المثليين، فثارت ثائرة المنظَّمات الصحيَّة، وهاجموا دراسته، علمًا بأنَّ سبيتزر هذا من داعمي ما يعتبره حقوق المثليين، وساهم في إزالة المثليَّة من قائمة الأمراض النفسيَّة الأمريكيَّة، لكنَّ هذا لم يشفع له عند المجتمع العلميِّ، فاعتذر سبيتزر عام 2012 عن دراسته، ونشر الخبر في وسائل الإعلام بعنوان وقال في آخر رسالة اعتداره، بذلٍ وخضوع، أعتقد أني مدينٌ لمجتمع المثليين بالاعتذار، ولك أن تتصوَّر الضغط الذي تعارض له سبيتزر عندما تعلم أن أكبر منظَّمتين صحيَّتين عالميَّتين هاجمتا علاجه، منظَّمة الصحَّة العالميَّة ومنظَّمة الصحَّة الأمريكيَّة حيث أصدرتا في تقريرًا بعنوان العلاجات التي تغيِّر التوجَّه الجنسي ليس لها مبرِّرٌ طبِّي، وتهدِّد الصحَّة، كيف يهدِّد هذا العلاج اللادوائي والمعتمد على مناقشة الشاذ أو الشاذة بالكلام؟ كيف يهدِّد الصحَّة؟ قالوا في التقرير أن هذه العلاجات التي تقمع التوجَّهات الجنسيَّة لدى المثليين، تتسبب في شعورهم بالذنب، والخزي من أنفسهم، والاكتئاب، والقلق، بل وحتى الانتحار، وختم التقرير بهذه المناسبة بتوصيَّات لمحاربة رُهاب المثليَّة، وأنا أطلب منك أخي المتابع أن تسمع هذه التوصيَّات وتخبرني، بماذا تذكَّرك؟ تقول التوصيَّات الخمسة أن عيادات وعلاجات تصحيح ميول المثليَّين يجب إدانتها، وتعريضها للمحاسبة القانونيَّة المناسبة، وأن المؤسَّسات التي تخرِّج العاملين في المجالات الصحيَّة، يجب عليها أن تركِّز على تعليمهم تقبُّل المثليين، وأن تحارب النظرَّة إليهم برفضٍ أو كراهيَّةٍ أو التعامل معهم على أنهم مرضى، وأنه يجب منع أي تدخِّلٍ يسعى إلى تغيير التوجهات الجنسيَّة لأي شخص، وأن رُهاب المثليَّة يجب أن يُفضح من الإعلام أيًا كان شكله، وأيًا كان صاحبه يُفضح على أنه مشكلةٌ تُهدِّد الصحَّة العامَّة، وتُهدِّد كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وأن على منظَّمات المجتمع المدنيَّ أن تطوِّر الآليَّات المناسبة لتنمية اليقاظات المجتمعيَّة تجاه أي انتهاكٍ لحقوق المثليين والتبليغ عنها للسلطات، بماذا تذكرك هذه التوصيات؟ مطابقةٌ تمامًا لتوصيات محاربة الإرهاب، أليس كذلك؟ دوغما أخرى تُفرَض فرضًا على المجتمع العلميِّ، وتذكِّرنا تمامًا بفيلم المطرودون، والذي يحكي كيف يتم التعامل بإقصائيَّة مع كلِّ من يرفض التطوَّر الداروينيَّة من العلماء، إرهابٌ يذكِّر بمحاكم التفتيش والاستبداد العلميِّ، الذي مارسته الكنيسة في القرون الوسطى، أظنَّه من المضحك جدًّا بعد ذلك أن يتصوَّر أحدٌ أنَّ أجواء البحث العلميِّ في مجال الشدوذ هي أجواءٌ حرَّةٌ محايدةٌ. ترجمة نانسي قنقر